استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيان رئيس الدولة حفظه الله وفدا من المعلمين والتربويين من مختلف القطاعات التعليمية في الدولة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين ورحب سموه بالوفد خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي وتبادل معهم لحاديث الودية وهنأ جميع المعلمين في دولة الإمارات والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق يوم الخامسة من شهر اكتوبر من كل عام وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء أهمية دور المعلم الذي يعد جوهر لعملية التعليمية وتأثيره في تنشيئة الأجيال وتوعيتها وتوجيهها وإعدادها للمستقبل